انا حياتي الاول مكتشفة اي حاجة قوليز يعني عندي قطب كل ام متعلمي بحيث الام حاجة تانية وانا اقلم انهم بكتير قوليز موضوع الاممية بتعريفه الاساسي مشكلة كبيرة جدا يعني يهدد مستقبل الدولة اذا لم يتم علاجه بصورة اكثر جدية واكثر كفاءة محول الامية كان يعاني دائما من ثلاث قضايا رئيسية اولا جذب كيف تجذب الامي اللي انخرط في هذا البرنامج ثانيا كيف تبقيه في هذا البرنامج وثالثا عمريت منع الارتداد نحو الامي هل التكنولوجيا دخولها في محول الامية هيبقى فعال قررت مايكروسوفت انها تلقى لمنظمة عالمية محيدة زي منظمة اليونسكو علشان هي اللي تدير هذه التجربة مايكروسوفت بتمول ومنظمة اليونسكو بتدير المشروع في اربع دول على مستوى العالم انا ما دخلتش مدرسة اولا يعني انا دخلتها بس ما كنتش حباها عشان كده ما احبتش الا ما كامل لكن لما شفت قدامي بقى الناس كلها بقيت حاجة تانية وبقيت العالم حلو بقى الحلو ديهم في كل حاجة انا حبيت بقى اعمل زيهم وحبيت اتعلم زيهم كثير من الناس معتقد ان التكنولوجيا دي رفاهية دلوقتي التعلم بيتم عن طريق التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا في حلول مشاكل مستعصية زي الاممية قد يضيف لها الكثير اذا احسن استخدامها انا عندي بالنسبة حيث التكنولوجيا دي صفري فالمهم قالوا لا احنا هنعلم الدارسات ازاي يكتبوا على التاب او اللاب ويقروا يكتبوا يطوروا من نفسهم فطبعا انا بيني وبيني كان انكتش مصدقة يعني استعمال تقنط المعلومات استخدام الحواسيم كانها من العوامل التي ساعدت على اتقائهم في هذا البرنامج فهي تقدم وسيلة جديدة سهلة الاستعمال بشكل تفاعل جيد مشروع اليونسكو بالتعاون طبعا مع مايكروسوفت واخرين في استخدام التكنولوجيا في محو الامية نجح انه يعمل حاجات كتير مع بعض المنهج المتبع في هذا المشروع لفت انتباه المتعلم الى قضايا المرأة وقضايا معيشية وقضايا حياتية هنا التكنولوجيا لابت دور مساعد نخلي حتى عملية التعلم اكثر لطفا واكثر اصارة ومتعة حتى للكبار الاول ما كنتش بعرف اتعامل على اللاب ولا بعرف اتعامل على التليفون فرد معي الحاجات كتير جدا اللي انا حبيتها اللي كنت الاول عاوز اعرفها من الناس اللي كنت قولها دلوقتي بقتاجبها الواحدين مش بس مجرد مدرسة مسك قلم وورقة وصبورة وزال كتاب بقى بتاع زدان وكده لا انا بقيت اعرف حاجات كتير ومعلومات كتير طورت طبعا جدا مايكروسوفت بتولي اهتمام خاص بالتعليم التعليم بالنسبة لنا من الركائز الاساسية اللي بتطور اي امة كون ان البرامج المستعملة هي برامج يمكن ان تنقل وان تستخدم في هواتفهم النقالة او في حواسفهم الشخصية اتاحت لهم فرصة الاستمرار في استخدام هذه البرامج لقول وينتوا بقيتي احسن من منا تقلموني على اللقوم بي كلموني على التكلفة انت بقي تكيب احسن من منا بقيتي اسرع من منا لقولي ماما مالش بلاي وبداني اعرفها انا تين اعرف يعني لكبر عربية اعرف انا في الحتة الثانية الأول كانت تتكلم بالتربوينز في حتة كذا أنا معرفش أنا فيه كنت بغض جدا أنا كنت دواتي مش خايفة أمشي في أي حتة وأنا رفع رأسي فوق لما نقول إنه نسبة الانتظام في الفصول بتوصل لأعلى من 90% ده كل وجذب خصوصا إنه ما فيش حافز مادي بيقدم للدارسات كل اللي بيقدم للدارسات تعليم مختلف ميسرة مدربة منهج بيقول للناس سأقولوا لنا هي إيه ما شاكلكوا وتعالوا نفكر مع بعض إزاي نحل لها بالنسبة لتدريب الميسرات وضعنا خطة نمرة واحد دعموهم في المادة العلمية اللي هيدربوها نمرة تنين كيفية التعامل مع المتدربات إزاي ربطنا ده بفكر المرأة والحياة نحن في نهاية البرنامج والذي ساهمت به حوالي 425 سيدة وأنسة وكانت نسبة النجاح 82% وهذه من النسبة المرتفعة جداً جزء من فشل المحاولات السابقة أنها كانت غير هدفة ما بتنسش المواطن أعتقد البرنامج ده نجح في استثارة الرغبة عند المتلقي إن هو يمحي أميته إزاي الارتباط بتاع المتدربات بالتابلت بتاعه إزاي يبتدوا يبقوا أكثر شغفاً بالتعلم كان الحضور منتظم كان الاهتمام بالحضور التفاعل مع الميسرات والتفاعل مع بعض المتدربات فكانوا بيتعلموا من بعض وكانوا بيتعلموا أسرع إحنا في مصر هنا شايفين ده مشروع مثالي ممكن التوسع فيه بالتعاون مع اليونسكو كل ده مع بعض ممكن نعمل مبادرة لمحو أمية المصريين في زمن معين التعليم هو الأداة الوحيدة إنو حياتكم تبقى أحسن يعني مش فرقة معي هاي حاجة بتعليمي واللوصل لحاجة كبيرة بتعليمي حتى لو كان صعب علي ومش هعرف خالص في حاجة لأحايا والمدر بكل جديد عشان أوصل لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر